اهلا مشاهدين احبائنا ما زلنا نتكلم عن ظهورات المسيح في الجليل المسيح بعد القيامة راح للجليل وهناك ظهر ظهورات عديدة للتلاميذ ظهر للتلاميذ على بحيرة طبرية وان برح تكلمنا عن هذا الموضوع وصنع معجزة كبيرة اشباع الالاف او بالاحرى اشباع يعني التلاميذ من السمك اللي استضوه وهي المعجزة التانية بعد القيامة في معجزة من قبلها بسنتين سنتين وشوي اشباع الالاف من السمك وصادوا سفينتين وتركوا كل شيء وتبعوا يسوع المسيح وبعد ما جروا الشبكة الى الشاطئ والمسيح شافوا المسيح مجهز كل شيء عامل نار وايضا مجهز سمك وخبز واكلوا مع يسوع المسيح بعدها الرب يسوع وجه حديث خاص لبطرس الرسول في هذا الظهور مع سبعة من التلاميذ على الاقل من يحنى اسحاح 21 من آية 15 بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان بن يونة اتحبني اكثر من هؤلاء قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك قال له ارعى خرافي قال له ايضا ثانية يا سمعان بن يونة اتحبني قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك قال له ارعى غنمي قال له ثالثة يا سمعان بن يونة اتحبني فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعرف أني أحبك قال له يسوع ارعى غنمي الحق الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء ولكن متشخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها ولما قال هذا قال له اتبعني واحدة من أعجب من أجمل اللقاءات لقاء بين المسيح وبين خلينا نسمي التلميذ المفضل لدى المسيح وهو يعتبر عملاق التلميذ وكل التلميذ بالدليل حتى في هذا الإصحاح يحنى ينظر إلى بطرس ومكانة بطرس والوحيد اللي تفرد في هذا الموضوع هو البشير يحنى أنه يتكلم عن لقاء المسيح مع بطرس هذا الظهور أحبائي كان حول النار مع التلميذ وخلي بالك أنه من قبل يعني مش من فترة طويلة يعني إذا بدك تأخذها بشكل سيستيماتيك أنه الرب يسوع باليوم اللي قام فيه ظهر عدة ظهورات ظهر للمريمات ظهر لمريم المجدلية ظهر للتلميذي عمواس وظهر للتلميذ مع دا تومة في العلية وفي الأحد يعني بعد 8 أيام ظهر للتلميذ مع تومة في العلية وإن شاء الله بكرا منتكلم عن شخصية تومة أو ظهور المسيح إلى تومة هذا الظهور ظهور المسيح كما كتب عنه في الكتاب المقدس ظهور مميز ظهور خاص ومثل ما نقرأ في لوقة إصحاح 24 هذه الكلمات إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان لوقة 24 آية 23 في إنجيل مرقص بيعطي لفتي حلوة عن الملاك الذي قال طبعا للمريمات اذهبنا وقلنا لتلميذه ولبطرس يعني بتذكرني في الآية في يوم الخمسين لما كانوا التلميذ مجتمعين في العلية بينتظروا انسكاب الروح القدس كانوا 120 شخص ولكن ميز شخصية اللي هو شخصية مريم أم يسوع من بعد هذا الذكر قال ومريم أم يسوع وفي هذا الظهور عم بقول الملاك يعني اذهبنا وقلنا لتلميذه شيء ولكن شيء خاص ولبطرس في رسالة كورنتس الأولى بولوس بيتكلم عم بيسند قيامة يسوع المسيح بالقيامة من الأموات أو بالأحرى قيامة الأموات من خلال قيامة يسوع المسيح فهم الحجر اللي بيثبت مع بعض أو بيسقط مع بعض هو الرجاء المبارك لكن في كورنتس الأولى أسحاح 15 والآية 5 بيستمر قائلا عن الظهورات وأنه ظهر لصفة ثم للاثني عشر وبعدين بيتكلم ظهر لخمسمائة شخص طبعا كان ده في الجليل لخمسمائة شخص دفعة واحدة والأغلبية الصاحقة موجودين حتى يومنا هذا لكن البعض رقدوا طبعا بطرس شخصية مميزة من إنجيل يوحن الإسحاح الأول نحن ندرك أن المسيح دعاه أو بالأحرى أندراوس جاب بطرس ليسوع المسيح ويسوع المسيح من أول لحظة نظر لبطرس قال له لا يدعى اسمك سمعان بل يدعى اسمك بطرس يعني كلمة بطرس في اللغة الأصلية أو حتى في القرامية بتتكلم عن حجر لكن باليوناني كلمة بيترا بصيغة المؤنث بتتكلم عن حجر كبير لكن هم يتكلم بصيغة المذكر بيتروس اللي بتعني حصوي فالفكرة أنه المسيح دعى وميز بطرس الرسول بطرس كان صياد من بيت صيدة بس عايش في كفر نحوم وشخصية الصياد يعني نشيط مشتهد في خشوني بسبب البحر والطقس والعمل الشا ولاحظ من بطرس هو صاحب الأسئلة الكتير وصاحب الإعلانات اللي خلانا ندرك أمور كثيرة عن المسيح وعن هويته هو شخصية تعرفوا هاي المعجزة مش المعجزة الأولى في لوقة إصحاح خمسة بطرس المسيح طلب من بطرس أبعد إلى العم وألقوا شباككم للصيد على طول بطرس يقول يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولم نصطت شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة فعلا صادوا وعبوا ملأوا سفينتين وتبعوا يسوع بس في لقاء خاص بطرس شعر بحقارته وبنجاسته فهي اللحظة قال ليسوع أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ أجاب يسوع وقال لبطرس من الآن تصطاد الناس وهون واضح دعوة بطرس اتبلورت من خلال ربح النفوس وأنه بدل ما أنه يستمر بمهنته بصيد السمك أنه مهنته هي صيد النفوس لأن السمك بيكون حي في البحر لما بيطلع بموت لكن هو بيصطاد النفوس الميتي ولما بتقبل يسوع المسيح بتصير فيها حياة وهذا هو عمل المبشر مرة تانية كثير من التلاميذ تركوا يسوع المسيح والمسيح أعطى الخيار وقال إذا بتحبه كمان أنتوا يعني تتركه أجاب بطرس وقال إلى من نذهب يا رب وكلمات الحياة الأبدية عندك ونحن قد عرفنا وآمننا أنك أنت هو المسيح ابن الله ومرة في قيصرية فليبوس المسيح سأل من يقول للناس أني أنا ابن الإنسان أعطى أجوب بكتيري لكن المسيح حدد السؤال وأنتم من تقولون أني أنا أجاب بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال لبطرس طوب لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السمواء وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقو عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت وكل ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السموات وكل ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء بعد هذه الحادثة الرب يسوع ابتدى يعلن عن ذاته وعن الغرض لمجيئه قال إنه ابن الإنسان اللي هو يسوع المسيح ذاهب إلى أورشاليم وهناك في أورشاليم رح يسلم إلى رؤساء الكهنة رح يتقلم ابتدى يتكلم عن الألام ابتدى يتكلم عن الصل والموت وبعدين القيامة ما انتبهش لكلمة نصرة القيامة أخذ يسوع جانبا وابتدى كأنه بوبخ يسوع فقال له يعني بطرس بقول يسوع حاشاك يا رب فقال له يسوع ابعد عني يا شيطان فلاحظ دايما بطرس بتشوفه المتسرع بتشوفه اللي بيسأل أسئلة كتير وهكذا بتشوفها عدة مرات أنت هو المسيح مرة تانية على نفس البحيرة إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إلي مرة بيسأل كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له مرة بيسأل يسوع يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك وواضح من كل هاي الأسئلة بتعطينا تشخيص في هوية وطبيعة يسوع وفي نفس الوقت نستطيع أن نستشف وأن نستنبط شخصية بطرس وها الآن أحبائي بعد الموت الرهيب يسوع عم يحاكم أمام مجمع السنهادريم وبطرس في الخارج عم بيدف على النار وعم بينكر يسوع المسيح ولاحظ أن يسوع ظهر لبطرس أولاً ما نعرف شو هذا اللقاء لكن مية في المية ممكن نحزم ونأكد أن هذا اللقاء هو أن المسيح يؤكد غفرانه لبطرس لأنه خلي بالك لما صاحب ديك على طول بطرس عرف خطيطه أجد عين يسوع في عين بطرس بطرس خرج لبرة مكتوب عنه وبكى بكاءً مرًا وهذا اندل على شيء بدل على التوبي مع الحزن الشديد والعميق كيف ينكر يسوع المسيح فمن خلال الظهور سواء اللي قرأنا عنه فلوقة أو مرقص أو كورنتس الأولى 15 أنه كان في ظهور خاص أولاً لبطرس حتى يتعامل face to face وجهاً لوجه مع يسوع المسيح ويستقبل غفران الخطايا لكن في هذا اللقاء أحبائي لقاء كتير كتير مهم هو استرداد بطرس واستعادة مكانة بطرس أمام الرسل فبطرس يعتبر العملاء ويعتبر هو الشخصية فعلاً اللي أثرت في تنيغ تاريخ الكنيسة وممكن نجزم نقول أنه بطرس يعتبر أعظم شخصية في تاريخ الكنيسة يمكن يوازي بولوس الرسول أو يحنى الحبيب لكن فعلاً كل الكنيسة الأولى والأباء كانوا بينظروا لبطرس الرسول وهذا المسيح يستمع الآن مع التلاميذ عشان مش مشان بس بطرس أمام التلاميذ يستعيد مكانته يردله اعتباره يسترجع بطرس ورسوليته أمام التلاميذ والغرض من الدعوة الآن في دعوة أكبر من استياد الناس بطرس يعتبر راعي في هذا الوقت فسأله يسوع يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ طبعاً بالنسبة لبطرس هو قال حزم الأمر من أول أنه هاتركنا كل شيء وتابعناك يعني ترك بالنسبة لبطرس ما عادتش أي ماديات أي أمور أخرى لا سيد سمك ولا سفين ولا أي شيء يعني يعتبر اعتبار لبطرس لكن سؤال يسوع المسيح عم بيستخلص منه اعتراف لأنه لاحظ بطرس في العلية قال وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك أنا مستحيل أنا رايح معاك لا الموت وفعلاً بطرس كان مخلص ولما كان في بستان جت سماني حتى لما ألقوا القبض على يسوع اتحرك بطرس جليلة وفعلاً مسك السيف وضرب وقطع أذن عبد رئيس الكهنة ويسوع وبخ بطرس قال له رد سيفك إلى غمدي الذي يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ طبعاً يمكن في هاي اللحظات سيكولوجياً في شيء صار مع بطرس إنه خاف وأنكر المسيح تلت مرات وهون المسيح يعني بيسترجع بطرس وبيسأله ثلاث مرات أتحبني أخيراً حزن وقال يعني أنت تعلم أنت تعرف كل شيء أنا مش هتكلم عن اللغة اليونانية شو الكلمات اللي استخدمت للمحبة أو للمعرفة أو العلم لأنه أكيد كانوا بيتكلموا مع بعض في اللغة اللي بيتكلموها هاللي هي اللغة الأرامية وبعدين لما كتب طبعاً إنجيل يوحنا باللغة اليونانية ولكن هون كان في لقاء كتير كتير مهم بين يسوع وبطرس أمام التلميذ وهون منشوف عدة أمور أي أول شيء إنه محبة المسيح غير مشروطة غير محدودة لأنها محبة منتصرة محبة إلهية من فوق بغض النظر محبة أزلية محبة أبدية مكتوب ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فمحبة المسيح ما تغيرت لبطرس بغض النظر إنكار بطرس المسيح كان يحب بطرس محبة شديدة محبة غير مشروطة شيء تاني خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان لو خطة الله بتنتهي عند فشل الإنسان لكلنا تركنا الإيمان ولكن بلقاء المسيح الأول مع بطرس كان واضح أنت بطرس وكان في دعوة المسيح عم بيشكل حياة بطرس حتى يكون الشخصية المستخدمة والمستثمرة لمجد الرب يسوع المسيح وكأنه عم بيقول لأي واحد مننا خطة الله ما انتهتش وكتير ناس بتتحطم تصاب بخيبة الأمل والخزلان من توقعات كتير مش عم بتتم ومن فشل ذريع في حياتنا لكن تأكد من وعد الرب إنه خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان شيء ثالث أحبائي غفران المسيح كامل هو ظهر لبطرس وغفر له لكن مهم جدا أنه بطرس يغفر لنفسه ويستقبل الغفران أمام التلاميذ لأن هذا الإنكار يعني زعزع هز حياة التلاميذ هذا بطرس اللي كان يعتبر أكبر وأكثر صديق ليسوع المسيح وأكثر شخصية مقربة ليسوع المسيح هل الآن ينكر المسيح علنية لأنه أنكر علنية فالمعالجة والمعاملة من يسوع فلازم يكون علنية أمام التلاميذ وهون طبعا المسيح عنده رسالة أكبر رد اعتباره غفران كامل واسترداده طبعا استرداد كامل حتى يكون الشخصية اللي جهزها يسوع المسيح ألم يقل أعطيك مفاتيح الملكوت شوف أول 12 إصحاح من أعمال الرسل بركز على شخصية بطرس الرسول كيف فتح الأبواب لليهود في يوم الخمسين ثلاث تلاف شخص في أعمال تمانية للسامريين في أعمال عشرة للأمم متمثلة بكرنيليوس الروماني الإيطالي قائد المئة فكان مستخدم فكان لازم يكون غفران كامل وشيء آخر هدف المسيح واضح جدا من الأساس المسيح دعا بطرس والمسيح لا استحالي إنه يفشل في دعوة أي شخص ولسيما بطرس أخذ خطوات عملية تبع باع كل شيء وفعلا كان يعني دايما مع يسوع المسيح وهكذا ولاحظ من كلام يسوع سألوا أتحبني لأن الشخص الذي يحب المسيح لابد أن يضحي بكل غالي ونفيس في كتير ناس بتخدم الرب وبطرس الرسول بعدين بعد سنين لما كتب رسالته الأولى في الإصحاح الخامس بيتكلم عن الرعاية شو مواصفات الراعي مش يعني مش للربح ولا عن اضطرار ولا لأي دوافع أخرى لكن اللي محبتك للرب لأنه في مكافأة بيستمر بيقول في آية أربعة في رئيس الرعاة في مجيئه رح يكافئ فعلا كل راعي كل شخص بيخدم بأمانة لعاوز أقوله أحبائي هدف المسيح واضح ما بيفشلش إذا المسيح دعاب وانت في حياتك وصلت إلى ظلمة ومنخفض مش عارف تطلع منه المسيح معك كما كان مع الفتية الثلاثة في النار لكي ينتشلك ولكي ينقذك ولكي يستعيدك ويستردك ويسترد المسلوب من حياتك ولكي يعوضك ولكي يستخدمك ويستثمرك في أمور أعظم ممكن تقول أنا كبرت بالعمر تعرف عشر دقائق تكون فيها مليان من الروح القدس عن عشر سنوات بخدمة عقيمة مش عم تقدر تعمل شيء فالمسيح غفر ووضح الهدف الأساسي اللي هو يعني بيقول عن الرعاية وبيستخدم استلاحات كتير جميلة إذا بتطلع في لغتها بقول يطعم حملانه ثم يرعى غنمه ويطعم شياهه من كلمة شا يعني بتتكلم عن الشياه أو الشا الصغيرة فبيتكلم عن عمل رائع مهم جدا في حياة بطرس الرسول وأخيرا أحبائي بعد هذا اللقاء قال يسوع لبطرس الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك ولكن وما تشخت بيتكلم لما كبر بقول آخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء ولاحظ كان بيتكلم المسيح بيتنبأ عن أية ميتة مزمع بطرس أن يمجد الله بها وفعلا لما بطرس بيتكلم أنه عن خلع مسكنه قريب لأنه مثل ما تنبأ الرب يسوع المسيح أنه يعني قرب أنه هذا خلاص المفارقة بيتكلم أيضا أنه كان مدرك أنه في يوم من الأيام رح يموت وهو شيخ فالمسيح تنبأ وعده بهذا الشيء طبعا نستغرب أنه المسيح لما بيدعو شخص بقوله على فكرة وإنت رح تموت ميتة فظيعة تمجد الله بها وعلى فكرة المسيح ما طلب من بطرس أنه المسيح شيء ما فعله بيحنى 12 قال يسوع ومتى ارتفعت أجذب الجميع إلي كان يعني كان بيتكلم عن أية ميتة مزمع أن يموت فيها يحنى 12 وهون مزمع أن يمجد الله بها وفعلا أحبائي بطرس خرج في يوم الخمسين وابتدى يتكلم وأصبح العملاق والمفتاح في كل المناطق وطبعا من تاريخ الكنيسة بنعرف أنه في أيام نيرون بحدود 65 ميلادي 66 يمكن لما ألقى القبض على بطرس ومنعرف بطرس قال حاشة لي أن أصلب مثل سيدي وصلبة وهو مقلوب يعني منكس الرأس وفعلا هذا الموت كان بداية إشعال النهضة الكنيسة الأولى اللي خلال 20 سنة 25 سنة اللي وصلت في كل أنحاء وأرجاء الإمبراطورية الرومانية يا سمعان بن يونة أتحبني؟ لو الرب اليوم بوجه لك هذا السؤال يمكن أخطينا يمكن سرنا في الظلمة يمكن تركنا أهملنا ابتعدنا لكن السؤال مش كم بتخدم في كتير ناس بتخدم في كتير ناس تجار دين وفنانين بالخدمة وعندهم سلاسة الكلام والتعبير مش هذا السؤال هل تحب الرب يسوع؟ تعرف لما بولوس اتكلم عن مجيء الرب وجميع الذين يحبون ظهوره أيضا بصلي أن اليوم محبت المسيح تغمر حياتك واليوم لو أنت فشلت وابتعد وفعلا محتاج أن رب يردلك اعتبارك بغض النظر شو ماضي المسيح أو دم المسيح غفران المسيح أعظم من أي خطية شوف أكبر خطية في الكتاب المقدس هو إنكار يسوع المسيح ورسول يحنب يتكلم من هو الكذاب يعني من هو الشيطان إلا الذي ينكر ينكر المسيح جاء في الجسد ينكر صلب المسيح بينكر له تق المسيح فتخيل أن أصعب خطية هو الإنكار والمسيح سامح بطرس وردله اعتباره وردله كرامته اليوم في كتير خدام عم بيسمعوني كان عم بتمر في هذه الظروف شو رأيك اليوم طلع هذا الأمر من صدرك وتقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ وإذا أنت ما بتعرف في الرب قل له يا رب اليوم أنا أبدأ سلمك حياتي وأنا بدي أحبك من كل القلب وبدي أتبعك وتكون أنت ربي وسيدي الرب يبركك شارك هذا الفيديو وبحب أسمع منك الرب يكون معك شكرا لك شكرا لك